اشتركوا في القناة لمناسبة عودة سموه الى ارض الوطن بحفظ الله ورعايته قادما من جمهورية المانيا الاتحادية بعد ان اسبغ عليه المولى العلي القدير موفور الشفاء والعافية واشاد مجلس الوزراء بجهور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المخلصة وما قدمه سموه من اسهامات جليلة في خدمة مسيرة البناء والنماء في مملكة البحرين متمنيا المجلس ان يديم الله عز وجل على سموه تمام الصحة والعافية وطول العمر لمواصلة مسيرة التطور والتنمية في المملكة بعدها حيى مجلس الوزراء عطاء الام اثنى على دورها واسهاماتها في اعداد الاجيال التي تبني المجتمع وتنهض بالوطن مشيدا المجلس بما تحظى به الام من رعاية ملكية سامية ودعم وتقدير عزز من دورها في مجالات العمل وتلبية الاحتياجات الاسرية وفي اطار متابعة المجلس للاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها مملكة البحرين لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا فقد وجه مجلس الوزراء الشكر للمجتمع البحريني على التزامه وتجاوبه مع الارشادات والتعليمات حفاظا على سلامة افراده مما يجسد دائما ما يتميز به المواطن البحريني من وعي وادراك عال بالمسؤولية مؤكدا المجلس ان المجتمع البحريني قادر بتكاتفه وتعاضده وبوعيه من تجاوز هذا التحدي وفي اطار ذي صلة فقد وجه مجلس الوزراء الشكر للمتطوعين في الحملة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا واثنى على الاستجابة الواسعة للتطوع ما يعكس الروح الوطنية والاثار لتخطي هذا التحدي العالمي وقد ادلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الامين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة الاعتيادية الاسبوعية لمجلس الوزراء بالتصريح التالي حول القرارات التي اتخذها المجلس بشأن الموضوعات المدرجة على جدول اعماله اولا اشاد مجلس الوزراء بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة عكاسات انتشار فيروس كورونا عالميا على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وبما قامت به الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر من تدابير واجراءاتنا لاستمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقا لمساعد تنمية المستدامة لصالح المواطنين وبامر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بشأن الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة اربعة مليارات وثلاثمائة مليون دينار بحريني لتوفير سيولة اللازمة لتعامل مع اثار الاوضاع الراهنة ولتصدي للفيروس حفاظا على النمو المستدام فقد احال مجلس الوزراء الى السلطة التشريعية بصفة الاستعجال وفق المادة السابعة والثمانين من الدستور مشروع قانون بتعديل المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم ثمانية وسبعين لسنة الفين وستة بشأن التأمين ضد التعطل حيث يجيز التعديل لصندوق التأمين ضد التعطل سداد اجور العمال البحرينيين في القطاع الخاص المؤمن عليهم لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من شهر ابريل الفين وعشرين كما قرر بجس الوزراء ايضا ان تتكفل الحكومة بدفع فواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الافراد والشركات لمدة ثلاثة اشهر ابتداء من شهر ابريل الفين وعشرين واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك ثم قرر المجلس اعفاء الافراد واصحاب الاعمال من رسوم البلدية المدرجة في فواتير الكهرباء والماء عن اشهر ابريل ومايو ويونيو من العام الفين وعشرين ووفق مجلس الوزراء على اعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من الرسوم المستحقة على استئجار الاراضي الصناعية الحكومية لاشهر ابريل ومايو ويونيو من العام الفين وعشرين كما قرر اعفاء المشاءات والمرافق السياحية من الرسوم السياحية للأشهر الثلاثة إبريل ومايو ويونيو من العام 2020 ثانياً تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتكليف الوزرات الخدمية المسؤولة عن قطاعات الصحة والبلدية والتجارة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية وزيادتها على المحلات والمرافق التي قد يتسبب عدم التزام القائمين عليها باشتراطات الصحة والسلامة الإضرار بصحة المواطن والمجتمع فقد عرض سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ما تم تنفيذه من حملات تفتيشية ورقابية على المحلات والمطاعم وصالونات الحلاقة والمرافق المماثلة لتحقق من التزامها بالشروط والمعايير الموضوعة وفق القوانين والقرارات ذات الصلة من جهات الاختصاص ثالثاً بحث مجلس الوزراء إنشاء مجلس أمناء لأكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية يعمل على تحقيق أهداف الأكاديمية ووضع السياسة العامة لها والإشراف على المسائل الإدارية والمالية والأكاديمية ذات الصلة بعمل الأكاديمية وقرر إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الخارجية إلى اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية رابعاً اطلع مجلس الوزراء على خطة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن معارض التوظيف للعام الحالي وبما تم تحقيقه على صعيد إدماج العاطلين في سوق العمل من خلال المعارض التي أقامتها الوزارة في العام 2019 وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية خامساً وفق مجلس الوزراء على تحويل جميع البيانات الخاصة بالأندية الوطنية ومراكز تمكين الشباب إلى نظام المنظمات الأهلية التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع الحفاظ على سرية البيانات بين الطرفين وذلك تسهيلاً للإجراءات وتعظيم الاستفادة من قواعد البيانات الإلكترونية وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة سادساً وفق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة من مجلس النواب لتوسيعة شارع ريا الممتد من قلالي إلى لبسيتين والذي يخدم قرى الدير وسماهيج وقلالي سابعاً وفق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بإنشاء مركز صحي بمدينة خليفة ورصد الميزانيات اللازمة للمشروع ثامناً وفق مجلس الوزراء على مسودة رد الحكومة على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب لإنشاء مدرسة إعدادية للبنين لمناطق السهلة الشمالية وأبو قوة وسرايا 2 وجبلة حبشي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر